عارفة انك ام البنات ما جاي الكيش الاحساسي الشرقي المتمثل انه يبع عندي ولد يعني انا عارف ان البنات متعة وجمال ولزازة ولطافة وانتي من نوع اللي بيحب بناته وبناتك جمال وكل حاجة لغاية اخر بنت الجميلة اللزيزة انما الولد ما جاش عندنا في مصر يقول لك ولما جالي ولما قالوا ده ولد انسد طهري وانسند وعارفة الفكرة دي هلأ كنت بتمنى اكيد انه عيش الاحساسي انه كون ام لولد لصبي بس انه الله مطعم من صبيان وهلأ بحس حالي مع هولي لثلاث بنات اللي عندي هيك ثلاث قلوب هيك ماشيين حوالي بحس بي كتنز بتعرفها غنيتي بقولي انا جملة فيها ولا شفت الارض تهدت ولا مالي تلحيت علي مبسوطة باللي انا فيه ثلاث بنات عندي عندي هيك عندي فرح عندي مبسوطة فيهم قد الدني بس اكيد كتن بقول انه يعني يمكن كنت حب انه يجيني صبي بس الله مطعم زي الكبيس كده على الاكل فيدي يعني بفيه حاجة ممكن تجربي لسه ما هلأ صارت صعبة لانه كتير انا بعت من وقتي ومن حالي لولادي وبحس انه ما بدي يعني جيب ولد رابع بيخض النظر بنت او صبي بس انه ما يكون عندي الوقت والانيرجي الكافي انه يقدر اهتم مثل ما هلأ انا كتير بيهتم يعني ببناتي الناس العادية الجمهور يعني دايما بوصوا الفنانين ان الفنانة دي اكيد ملاش علاقة بعيالها يعني ما بتربيش ما بتاخدش بالها مش زي ست العادية التقليدية يعني ان هي في مربية بتاخد بالها من العيال في حد هو اللي بيدرس لهم في حد هو اللي بيودي من المدرسة في حد دايما الانطباع عن الفنان انه هو مش اب او ام كاملة هل ده صحيح انا معي هلأ هيدا شي انا ما فيه يخبر عنه كتير ما بعرف هن بدون يقولولك حدا تاني من برة هو بدو يقلي معلماتهم بالمدرسة بيخبروني يعني ما بعرف بس انا انت الشخصية اللي بتتابع الدراسة بتاعتهم واجابوا درجات عاملة يعني انت شخصية بتقومي بهذا نعم من الالاف للياء يعني اكتر من هيك ما فيه يقولك اكيد باللي بقدر بعطيه انا انا موجودة معن طول ما انا موجودة بالبنان لانو هن بلبنان وانا حتى بسافر انا موجودة معن على التليفون كل الوقت بعرف اداء التفاصيل وبعرف الشردة والواردة عنهم الشردة والواردة الشردة والواردة هيدي باللبناني والكلمة الاخيرة اكيد بتربيتهم يعني بكل شي بدهم يعملوه لقلي وهن بيعرفوا صارو يعني الكبار خلص مشوا على النظام اللي انا حطيتو والزختورة هلا بعدها هيك بس عم طول عليها الزختورة عم تلحقن صغيرة يعني ايه البوبية تبعنا بالبيت هي دي اللي بتبع بعندهاك قديد رادي خمسة راح يصيرو خمسة ها دي عسين خمس سنين اللذيذ دي اللي عم هل انتي بقى من ستات اللي بتعتبري انه فيه دور للأب وخد دورك ولو سمحت ما تسيبنيش لوحدي ولا انتي عارفة انه الابهات ما بتربيش يعني الحقيقة الازلية انه الاب او الراجل مانوش دعوه بالموضوع ده هو الراجل بينزل يشتغل يجيب الفلوس في البيت وخلاص لا طبعا فيه دور للأب فيه دور للأم ودور للأب وبها الطريقة بيطلع الولد عنده اكليبر اكتر توازن عنده توازن اكتر هلا اكيد دور الام اكبر كون الام بتتابع الولد بتفاصيله يعني بتعرف من وقت ما بيوعه من النوم لا وقت ما بينام بس البي من دون ما يدخل اوقات وجوده هو بيخلي بيخلي ولاده هيك يكون عنده رهبة وهذا شي بيرجع كمان لحكي الام عن البي مع الولاد يعني يا هي بتعمله دور يكون او تلغي او بتلغي او بتخلي دوره يكون كتير مهم بحياة الولاده وهل الأب اللي معنا في حالتك قائم بدوره بمسؤولياته ولا هو برضو زينا كلنا لا قائم بدوره لا قائم بدوره بمسؤوليته وعلى اكمل وجه يعني هل هو دوره انه فلانا عملت مشكلة زعق لها عشان تخاف منك وبتاع تعرف دايما الام هلأ منرجع له اكيد بالأوقات الصعبة يعني بس انا حس انه في موضوع مسكر انا معي ما بقدر انا اعمل شي اكيد برجع له بخبره يعني بقله انه في كذا 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 بليز انه نحنا بحاجة لقلك هلأ تكون هون حدنا تدعمنا تحكي انت مع حدا تعمل شيء وحتى الولاد في كتير مواضيع بنحكوا معه بتختلف عن المواضيع اللي بتنحكى معه